بشكركم جدا على تفاعلكم عاية وعلى تواجدكم في حياتي وعلى كل الوقت السعيد اللي انا بقضاه وانا بقرأ تعليقاتكم الجميلة من اكتر الابراج الحساسة واللي مشاهدتها يعني كويسة لحد ما واللي تعليقاتها بتبقى كويسة كمان عندي هي برج الجوزاء بحبكم كلكم انت وبقى الابراج وبتمنى لكم كل السعادة وكل الهنى وكل التوفيق في حياتكم الايام اللي جاية خلونا نبدأ يلا يا برج الجوزاء برج الجوزاء ايه اللي في الايام اللي جاية ايه اللي مستنيك اللي مستنيك في الايام الجاية ان شاء الله فيه تقدم كبير في مجال العمل فيه رحيل للمتاعب والاوجاع والالام فيه بشرة خير جاية لك هتسمحها فيه فتحة خير هتتفتح لك باب هيتفتح لك انت ما كنتش عامل حسابك ليه ولا انت مركز ولا انت مرتب له اصلا هيتفتح لك فكرة معينة ما كانتش حتى تخطر لك على بال انت ما كنتش بتفكر في الموضوع ده اصلا هيتطرح عليك وهيكون لك فيه رزق حلو يعني زي فكرة عمل حاجة حلو قوي هتتعرض عليك وهتكون لك فيها فضل وهيكون لك فيها رزق حلو كمان فيه خبر كويس هتسمعه في العيلة عندك ممكن حمل ليك او لأحد اشقائك حدوث حمل عندكم في البيت عندك في قسرتك او عندك في نفسك او عندك في احد من اخواتك او حد من قريبك هتسمع عنه انه خبر حمل وهو كان منتظر الحمل ده من زمان او انتم منتظرين الحمل ده من زمان ان شاء الله فيه خير وفيه تحقيق للامنيات الغالية اللي انتو بتتمنوها دايما فيه تحقيق للمطالب يعني انت لو انت بتتمنى مثلا يا رب بديني 100 جنيه ان شاء الله ربنا هيديك المد جنيه ده لو انت طلبت من ربنا مكانة او يعني فيه فرصة انت الوقتي في المرحلة دي فيه روحانيات عالية جدا وفي قرب ربنا فاي حاجة ان شاء الله انت هتطلبها وتلحي فيها وربنا بيحب العبد اللحوح ان شاء الله هتكون مستجابة في الفترة دي ان شاء الله فيه تحقيق للاهداف يعني انت لو عندك هدف مثلا اوصل للمرتبة الفلانية اوصل للانسان الفلاني اعمل الحاجة كذا روح المشوار كذا اعمل اي حاجة ان شاء الله هيكون فيه تحقيق للطلبات بتاعتك يعني تحس ان انت كده يا برج الجوزاء زي ما تكون لابس خاتم سليمان قل لما تعوز حاجة ان شاء الله هتلاقيها بتتحقق اكسروا من الصدقات علشان خاطر ربنا بيجزيكم الخير بقطر التصدق اللهم صالح على سيدنا محمد باركلينا فيه ان شاء الله كمان عايزين نقول كان فيه فترة صمت طويلة وفترة انتظار للمال كان فيه فترة رقود الموضوع ده خلاص انتهى ان شاء الله فيه نشاط مالي وحركة مالية عندك هتكون موجودة خلي بالك من مشاعرك قوي يا برج الجوزاء حاول ان انت ما تجرحش حد وكمان ما تجرحش يعني في الفترة ديك ممكن يثورك بعض الشكوك تجاه الحبيب او تجاه الشريك او تجاه الزوج او الزوجة فيه بعض الشكوك اللي ممكن تلف في دماغك من ناحية العطفة وهتحس بوسواس ان انت فيه شك وفيه قلق وفيه ديئة وفيه ريبة انا حب اقولك ان الشك دو من وسوسط الشيطان مالهاش اي اساس من الصحة حبيبك سواء اذا كان حبيبك او الشريك بتاعك في الحياة او الشريك بتاعك في الحب فهم بنقدميا صفين جدا طيبين جدا وان شاء الله هم مش بيخنوك ومش فيه حد ابدا بيحاول انه هو يغضر بيك فابعد الفكرة دي عن بالك في الفترة ديت وان شاء الله في الايام اللي جاية تلاقي السعادة والهنة اكتر واكتر هيكون لك سيطرة تمة على مشاعرك وعواطفك فحاول ان انت ما تضغطهمش قوي يعني بما ان انا هبقى متحكم في افكاري وبما ان انا هبقى متحكم في مشاعري احاول ان انا داري بقى وحاول ان انا اقفل على نفسي وحاول ان انا اضغط نفسي جامد لأ انا بقولك اعيش زي ما انت بتحب عيش حياتك بالطول بالعرض ما تضيقش نفسك ما تحبس على نفسك ما تقفلش مش معنى التحكم ان انت تقفل على نفسك لأ التحكم معناه ان انت عندك القدرة بانك تدي عواطف زيادة تمام تدي عقلك العنان ان يفكر في افكار ممكن ما تكونش بتفكر فيها في وقت ما بس ربنا اداك القدرة دلوقت على انك تفكر على انك تبتكر حاجات على انك تحب اكتر وتدي لمشاعرك المجال اكتر مع السيطرة على انك يعني ما يتحدش يتلعب بيك او محدش يخدعك فاذا دي ميزة ولازم تستغل لها ان شاء الله لو انت عندك محاكمة او شيء من هذا القبيل فهيبقى فيه عدالة وفيه تحقيق للعدالة وفيه بكوع لحقك ان شاء الله ان شاء الله فيه منع للاخبطة وفيه الحيرة خلاص هتنساها كمان فيه مودة ورحمة وتصالح مع الاهل لو كان فيه مشكلة بينك وبينهم بالنسبة للناس اللي بتقول لي انت قراءتك ملاخبطة احنا تلاخبطنا الوقت انا عامل قراءة عامة انا ما خصصتش جزء معين انا الوقت فتحت الورق الورق من شامل كل حاجة انا ما قلتش قراءة عاطفية دلوقتي بس وما قلتش قراءة مالية دلوقتي بس وما قلتش قراءة صحية دلوقتي بس انا بداية في كل قراءة او في كل فيديو انا بعمل قراءة عامة اللي هي مجموع أو الشامل للبرج ده وبعد كده بنبدأ ناخد القراءة العاطفية بتاعتنا على جنب والقراءة المالية على جنب والصحة وللمنفصلين والمرتبطين والعزاب ومتأخرين الزواج بقسم الفيديو لكذا حاجة ولكذا فرع تمام بداية ده بيبقى شامل كل حاجة فانا بقول كل اللي باين قدامي بعد كده ببدأ أخصص أجزاء وبشرح فيها عشان الناس اللي بتقول لي انت بتلخبطينها وقراءتك متلخبطة أنا قراءتي طبيعية جدا وعلى على سجيتها يعني هي بالطبيعة وبالفطرة وزي ما بتطلع مش بابقى مجهزة لها ولا محورة لها ولا محددة أهداف لقراءة ولا محددة أشكال معينة تطلعلي علشان خطر أقول عليها قراءتي زي ما بطلع زي هو رزقكم هو رزقي هو هو ده اللي بيطلع هو ده اللي أنا بقوله باتمنى انتو تكونوا متفهمين النقطة دي جامل ان شاء الله دلوقتي هنخرق القراءة بتاعتنا بتاعت المنفصلين القراءة العطفية للمنفصلين القراءة العطفية للمنفصلين بتقول الانفصل تم بسبب كلام الناس وبسبب تدخل بعض الأطراف كانوا عايزين ان هما يفرقوكوا عن بعض اتعرضتوا الأنواع من المكايد انت وحبيبك أو انت وزوجك أو انت وزوجتك وليكن كان في ناس مدخلين في الموضوع وعايزين ان هما يتمش أو ان انتو ما تفضلوش في العلاقة دي أو انهم ينهوا العلاقة دي أصلا في بعضهم كان عنده منافع يعني عايز يستفيد منكم ماليا كان في بعضهم عايز منافع منكم شخصيا هو يستحصل عليكم نفسه كان في ناس عندها حقد كان في ناس عندها غل كان في ناس عندها أهداف أخرى من ورا ان هي تفرقكوا عن بعض سبحان الله ان شاء الله يعني ان شاء الله ليكم رجوع ليكم مصالحة ليكم رجوع لبعض ليكم أهداف حلوة كتير هتحققوها مع بعض ليكم كيد للأعوازل والأعادي دول هم هيشوفوا نصرتكم ويشوفوا رقاكم البعض وهيدايقوا ويزعلوا جدا جدا أخبار قويسة كمان هتوصلكم من الحبيب بالذات اللي عمل بلك وقفل الاتصالات وذهب مع الريح فهو ان شاء الله هيرجع تاني وهيوريكم نفسه تاني بالنسبة بناء على الورقة التالتة ديت واللي بتقول ان في علاقة ثلاثية تم الانفصال عنها بسبب وجود الشريك مع طرف تاني بحب أقول لكم ان هيكون في شفاء من العلاقة ديت وان لو كان في رجوع واعتقد ان هو ان شاء الله هيكون في رجوع فهيكون في اختفاء للطرف التالت أو هيكون في علاقة جديدة ليكم من اول وجديد من غير خالص الطرف التاني ده يعني هتستحصلوا على علاقة جديدة بيور من اول وجديد أو هتحصلوا على الطرف اللي انت عايزينه بدون الطرف التالت فده بالنسبة للمنفصلين كمان خلينا نشوف بالنسبة للمرتبطين وخلينا نشوف ورقهم بيقول ايه الورق بالنسبة للمرتبطين او بعلاقة حب او بزواج فهنقول ان فيه شوية منوشات وفيه طرف نسائي داخل في الموضوع بيحاول ان هو يبوز العلاقة بينكم وبين بعض خليكم مسكين ايدين بعض وما تسيبوش ايدين بعض ابدا ما تحاولوش ان انتو تدخلو حد بينكم عايزين نقول ان انتو توقم الروح لبعض سواء اذا كان حبيبك او شريكك من برج مائي او من برج ناري برضو ممكن يكون من برج طرابي فهو ده الشريك وتوقم الروح بالنسبة لك انت حاسس كده بالزبط وما بتقدرش ان انت تستغنى عنه وهو زي الهوى بالنسبة لك فمش هتقدر ان انت تسيبو هيكون ليك هدية حلوة جدا من حبيبك او شريكك او زوجك او زوجتك اولياكم زوجتك فهي الفكرة ان فيه هدية حلوة هتدخل عليكم هتدخل على نفسك الصرور فيه مصلحة مع الحبيب او الزوج بعد منوشة بسيطة كده هتحصل هيكون بعدها هدية وهيكون بعدها ود فاذا هي خير وبركة ده بالنسبة للمتزوجين والمرضبطين خلينا نشوف بالنسبة لحبيبي من المتأخرين الزواج بالنسبة لمتأخرين الزواج والعزاب فخلينا نقول لهم ان فيه بشرة خير فيه ارسان وعرايس وهيكونوا متسرين ماديا كمان فاذا ديت حاجة مطلوبة جدا ان شاء الله ربنا هيسعدكم وهيهنيكم وهيشفي الوجع اللي في قلبكم نتيجة طول فترة الانتظار او نتيجة التخوف من اي ارتباط جديد هيكون لكم حاجات كتيرة حلوة هتشوفوها مع الاشخاص اللي انتوا هتحبوهم فترة الانتظار معدتش هتطول قدامكم فترة بسيطة جدا واللي هيجي هيجي مستعجل جدا على الارتباط وعلى انهاء كل الاجراءات وعلى عميل كل حاجة حلوة وعلى الفرح فاذا ان شاء الله هيكون لكم الفرح زي ما احنا بنتمنى يا رب ربنا يبعط لكم الفرح والسعادة بلا اكتفاء ومن غير حولهم منكم ولا قوة ومحاسوا لا تعلموا ولا تحتسبوا عايزين نشوف الماديات بتاعة برج الجوزاء هتكون ازاي؟ مادياتك يا برج الجوزاء في كذا مشروع هيتعرضوا عليك وانت اختار منهم اللي انت عايزه لان ان شاء الله كلهم مشاريع نجحة وهتبقى مسمرة في نجاح على المجال العملي والدراسي وهيكون فيه ماديات حلوة برضو هتدخل عندك فيه تقدم في العمل ترقية علاوة حاجة انت مستنيها بقى لك فترة هتحصل وهتكون من حدك ومن نصيبة ازا انت كده مادياتك متر استقى يا برج الجوزاء اللهم لا حسد اللهم لا حسد تمام؟ ازا احنا كده قلنا قرأتك كلها يا برج الجوزاء خلينا نشوف قرأتك ايه الرومانسية او كروس الرومانسية هتقولك ايه؟ اخر حاجة عندنا في فيديو بتاعنا النهاردة يا رب تكون عليكم بالسعد والهنة كلكم كلكم من كافة الاتجاهات هلين نقول بداية المتزوجين بالنسبة للمتزوجين او اللي هم في علاقة حلوة مرتبطين مع بعض يعني علاقة للمرتبطين بتقول ان هو دي التوأم الروح وان العلاقة دي مكتملة تماما وان ليه كل هنة والسعد ان شاء الله وفي بعض المشاكل والخلافات واي حاجة ممكن تضيقكم خلاص نشوف بقى بالنسبة للمنفصلين بالنسبة للمنفصلين في رجوع وفي اتمام للزيجات وفي افراح هتبقى عندكم بالكوم زي ما بنقول ان شاء الله بالنسبة لمتأخرين الزواج والعزاب فان شاء الله في حب وفي ود بينكم وبين قلب بيحبكم هيحصل ان شاء الله وهيكون عليكم بالسعادة والهنة بتمنى ان ما تكونش تقيل على قلبكم بتمنى ان انا شخصيا ما تكونش تقيل على قلبكم ترجمة نانسي قنقر